واركعنا مرة تانية لحضراتكم خلينا كده يعني نقرأ رسائل سيد الرئيس خلال المائدة المستديرة في قمة ميثاق التمويل العالمي في باريس سيد الرئيس علق على أشياء كثيرة ومنها الأزمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الثلاثة الماضية لقت بأعباء أكبر ألقت بأعباء أكبر على الدول النامية الدول النامية لم تكن المتسبب في تغيير المناخ ولكن الأكثر تضرورا منه كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع التدخم العالمي لمستويات قياسية وأيضا كان فيه إشكالية في الديون بشكل خطير بالإضافة إلى تضاقل جدوى المعونات التنموية هناك ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل تنمية المستدامة يجب إتخاذ قرارات دولية سريعة تحول الدولة دون اندلاع أزمة ديون كبرى يجب تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز الحوار بينها وبين وكلات التصنيف الاقتماني مصر نجحت في إدارة خطة ديون تمويل البرامج الخاصة بحماية البيئة والتي من ضمنها التحول إلى الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائي دعوة رئيس السيسي لشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى تفهم موقف مصر في تنفيذ برامج وخطة التنمية المستدامة مع المحافظة على حماية البيئة عقب التحديات التي وجهتها خلال السنوات الثلاث الماضية كل هذه المحاور يمكن اللي قرأتها على حضراتكم مهمة ونقاط كثيرة جدا تحدث فيها سيد رئيس اليوم في المائدة المستديرة في فرنسا خلينا نتابع في حوار كده ونتعرف على أهم مدار من خلال ضيفي الكاتب الصحفي أحمد ناجي قبع مساء الخير منورنا وانت صاحب مكان خلاص يعني يعني هذه النقاط تحب تبدأ منين؟ أحب أبدأ من البداية خالص من فكرة دعوة فخامة رئيس عرفة الحسيسي لحضور هذه القمة والتقدير الفرنسي اللي بقى معتاد الحقيقة للدولة المصرية والقائد الدولة المصرية وهذه الدعوة لابد أن نحطها في إطارها الصحيح سواء في الإطار السياسي أو الإطار الاقتصادي بتاعها في الإطار السياسي هي رد على كل المشاككين في التجربة المصرية بعد 30 يونيو وكل المشاككين في كل المشروعات اللي قامت بها الدولة المصرية تحقيقاً لمبادئ أو فلسفة أو منفستو بتاع الجمهورية الجديدة الرسالة السياسية أن مدى ثقة الدولة بحجم الدولة الفرنسية في قدرات الدولة المصرية كشريك استراتيجي يعمل على استقرار الإقليم يعمل على الحفاظ على مقدرات الدول يدافع عن الدولة الوطنية يدافع عن حقوق الشعوب في تقرير مصر المستوى الاقتصادي لازم نشير إلى أن هذه الزيارة تعكس أيضاً مدى ثقة المؤسسات الدولية في القدرات الاقتصادية المصرية إزاي أن رغم كل هذه الدعاوي للتشكيك إنما مازالت المؤسسات التمويل الدولية ومازالت الجهات المسؤولة عن إصلاح نظام التمويل الدولي أو النظام النقدي العالمي تسق في قدرات الاقتصاد المصري وتسق في التجربة المصرية الوليدة على مدار السنوات العشر الماضية السنوات التسعة في عهد الرئيس عفتاح السيسي كل ده بيقول يعني إحنا بنكلم في تسعة سنين تسعة زيارات لفرنسا ده معدل زيارة كل سنة فده أمر مهم جدا القدرات الاقتصادية للدولة المصرية والتجربة المصرية تدفع هذه المؤسسات للثقة في أن الدولة المصرية قادرة خلي بالحرارة أن فيها جانبين من الثقة ثقة من المؤسسات التمويل الدولية على أن هذه التجربة تجربة نجحة وأنها يمكن أن تكون المؤطر أو المحفز لباقي الاقتصادات التي تعاني من أوضع شبيهها بالدولة المصرية لأن تنهج نفس المنهج التنموي للدولة المصرية تبعيته في الإطار الثاني ثقة الدول الجنوب لأن مصر تعتبر صوت جنوب في هذه القمة ومن المواضح مؤشرات واضحة يعني مقدوبة غداء خاصة لفخمة الرئيس عفتاح السيسي تقديراً لما كانت أولادة القيادة الفرنسية سبقت دعوة العشاء اللي نعقد في مساء اليوم طبعاً كل ده بالإضافة إلى الكلمة اللي تفضلت بها فخمة الرئيس بتعكس القدرة اللي وصلها الاقتصاد المصري والقدرة التي تحققت على الأرض لقدرات مصر السياسية بحيث أن مصر تحولت بالفعل إلى شريك يحترمه العالم ويثق في قدراته ويثق في رؤيته لكافة الأزمات إلا في الأقليم طيب خليني كده يعني أقول حضرتك يعني إحنا شاهدنا يعني تشعر بأن السيد الرئيس وهو يتحدث هو قادم إلى هذه القمة وزي ما بيقول وفي جوعباته الكثير من المشروعات اللي تمت بالفعل على الأرض مصر يعني إذا كنا بنتحدث عن بيئة نظيفة وعن تفكير في تغير مناخ أو تحسين أوضاع فمصر عملت يعني خطوات يعني كبيرة في ظل ظروف قاسية جدا بيمر بيها العالم منها كاب 27 ومنها المشروعات اللي أمد بيها مصر زي طبطين الترع وزي البحيرات الكبيرة اللي تم الإصلاح فيها كمان السيد الرئيس يعني آتي إلى هذه القمة بعدد من المشروعات اللي قدمتها مصر واللي قدرت تنجح فيها وتعمل تنمية مستدامة هل ده برضو بيدي ثقة أنه أنا مش جاي بس متحدث في ظل ظروف صعبة وأنا ما قدمتش في الفترة دي حاجة بالعكس إحنا كمان عملنا ثورة كفحنا إرهاب وبنعمر وبنبني في نفس الوقت هذا ما سابق وإن إحنا أشعرنا إليه في المجمل في الإطار العام للزيارة أنا محرك بتكلمي في التفاصيل والتفاصيل المهمة التفاصيل المهمة أن إحنا كنا دايما بنقول أن مشروعات اللي بتتم على الأرض المصرية خاصة مشروعات الطاقة الطاقة النظيفة الطاقة الهيدروجينية الطاقة الخضراء الطاقة الزرقاء كل أنواع الطاقة النظيفة اللي بتتم على الأرض المصرية هي بتحول مصر إلى مركز طاقة عالمي طبعا إقليمي ثم عالمي ليه؟ لأن هي هتؤثر في قرارات العالم زي ما إحنا شايفين مصر مدعوة أنا هميني المصرين يقفوا عند تحليل الصورة أو يشوفوا تحليل الصورة زي تحليل مضمون بزبط صحيح مدى الثقة اللي موجودة على وجه فخمة رئيسة عفتاح السيسي مدى القدر على التعبير عن التفاصيل الدقيقة للمشروعات التنموية المصرية طبعا لما نتكلم عن التجربة التنموية المصرية مصر التنمية مستدامة وفقا للإشتراطات السبعة عشر لمنظمة الأمم المتحدة هنلاقي أن الدولة المصرية بتحياف كافة المناحي بس لو خدنا المكون الاقتصادي منها هنشوف مشروعات التنموية العملاقة اللي تمت مشروعات الطرق مشروعات النقل لو حضرتك احنا مركزين في الزيارة هنشوف أن أول لقائين لفخمة رئيسة عفتاح السيسي مع رؤساء أكبر شركتين شركة الملاحة اللي مسؤولة عن إدارة محطة تحيا مصر طبعا هي المسؤولة عن التعاون مع الدولة المصرية في إدارة متر الأنفاء وفي تجويل متر الأنفاء وفي توفير القطارات اللي الدولة المصرية بتهدف من خلالها إلى أحداث النقلة المطلوبة في قطاع النقل لما بنيجي نتكلم على ده أنا بتكلم في إطار أننا لازم نبقى فخورين بهذه التجربة يعني لازم نتفهم أننا كشعب ضحينا الدولة تقدر هذه التضحية ودائما فخمة الرئيسة عفتاح السيسي يعبر عن تقديره لهذا الشعب العظيم لكن في نفس الإطار إحنا كمصريين علينا واجب أشعور بالفخر أن إحنا قدرنا نوصل ببلدنا إلى هذه اللحظة اللي العالم بيسمحها وبيطالب باقي الدول أنها تتبع هذه التجربة اللي وصلت مصر لهذه المكانة لما بنشوف المشروعات الاقتصادية الاقتصادية العملاقة اللي تمت مناطق التنمية اللي تمت دي مناطق كلها جاذبة للاستثمار وجاذبة للاستثمار فيه قطاعات نظيفة لما قلنا في لحظة من اللحظات أن الدولة المصرية ترعي الاشتراطات البيئية في تصميم الطرق وفي تصميم شبكات النقل الموطبطة بهذه الطرق كانت الناس مش متخيلة هو ده انعكاسه شكله عامل إزاي على مستوى العالم لما قلنا أن احنا بنعمل طاقة نظيفة وطاقة رياح وواء وإلى آخر لما قلنا أن احنا بنصرح ما أفسدته أزمنا كثيرة سواء فيما يتعلق بالبحيرات سواء ما يتعلق بالأراضي سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي عبر مشروعات المياه يعني مشروعات المياه الحديثة اللي بتتم في الدولة المصرية ويعني تحليات المياه اللي بتتم في الدولة المصرية كل دي مشروعات بتتم وفقا لاشتراطات البيئة لما بنبصل ده في إطار أن مصر ما زالت ترأس دورة كوب 27 لمؤتمر المناخ قبل أن تنتقل الرئاسة إلى دولة إمارات الشقيقة في ديسمبر القدم إحنا بنقول إحنا دولة كبيرة وإحنا دولة مسموعة وإحنا دولة مسؤولة هنا عن أن هي تراقب مدى التزام باقي الدول بالتعهدات اللي هي أخدتها خلي بالحضر لك أن دائما أبدا الدول الكبرى كانت تتملص من هذه التعهدات النهاردة أنت على الأرض بقى في نوع من أنواع الرقابة الدولية وإنعقاد هذا المؤتمر في الدولة الفرنسية بيقول أن هي بدرة أمل في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي نحو اقتصاد يعني نقضي جديد في العالم مش هيهد الشكل اللي موجود لكن هيعيد تاني هيكلته وفقا لمصلحة دول الجنوب دول الجنوب دفعت الثمن في البيئة دفعت الثمن في الاقتصاد صحيح والأزمات الأخيرة أثبتت ذلك يعني بدءا من جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية أوضحت تماما أن الاقتصاديات الكبرى عانت وأن هذه الاقتصاديات أغلقت منشآت صناعية ومنشآت اقتصادية والتجارة تأثرت حركة التجارة العالمية تأثرت ومن ثم هذه الأمور كان لها انعكاسات على الدول في الجنوب لما تضعفت هذه الأزمات وبانت الأزمة أكتر مع ظهور أزمة الغذاء مع ظهور أزمة الطاقة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية هنا بيبتدي يتضح أن اللي حصل على الأرض المصرية إحنا أقل الدول معاناة إحنا عدينا جائحة كورونا بأقل قدر من الخسائر الممكنة كدولة مصرية في القرى الأفريقية وفي المنطقة في الوقت اللي احنا كنا بنشاهد فيه انهيار قطعات الصحية في أكتر من دولة حولنا ومنها دولة متقدمة ومصر كانت بتساهم في المساعدات ومصر كانت ترسل مساعدات زي ما حدريك بتقولي يضاف لده بقى أن كنت لما بنيجي نبص لي النهاردة على سبيل المثال قبل ما نطلع على الهوى البنك المركزي بيثبت أسعار الفائدة في الوقت اللي بتتده فيه اقتصادات عالم كبرى نحو رفع أسعار الفائدة هنا بيقول مدى قدرة فيه قراءة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري لازم نقف عند الحاجات دي ونتفهم أن كل الدعاوي اللي بيحاول يشعروها حول الشائعات اللي بيحاولوا ينصروها يمينة طبعا حاولين أنه يعني إلحق شوف اللي بيحصل في مصر هذا أمر غير صحيح طيب أنا يعني عايزة نحدد بعض الأشياء يعني أولا يعني سيادة الرئيس النهاردة كان يعني مهتم جدا أنه يركز على الدول النامية زي ما حضرتك قلت واللي هي أكثر تضررا من كل شيء يعني اقتصاديات العالم الكبرى تنتج مصانع وإحنا بندفع التمن حتى في البيئة وفي كل شيء كمان أكد سيادة الرئيس على البنوك الدولية لما بيكون فيه قروض أو فيه إجراءات بأنه لازم هذه الأشياء في ظل الأزمات العالمية يتم إعادة يعني أو النظر فيها لأنه أنت أمام أزمة عالمية فلازم الجميع يعني أنت أرّب وأنا أرّب بحيث أن إحنا كلنا نعدي أهمية ده بأنه سيد الرئيس يقوله في هذا التوقيت في قمة مهمة في عاصمة أوروبية كبيرة زي فرنس زي باريس هي مش أول مرة فخمة رئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن فكرة العدلة التمويلية طبعا ومش أول مرة نتحدث عن الإشكاليات الكبيرة التي تعرضت لها اقتصادات الجنوب ومش أول مرة نتحدث عن حجم الضرر الأصاب الشعوب ومش أول مرة نقول أن استمرار هذه العوامل المجتمعة اللي بتعبر عن عدم العدالة في التعامل بين الشمال والجنوب يمكن أن يؤدي إلى حالات عدم استقرار الشمال في غنى عنها يعني هو النظر للدولة المصرية وهذا التقدير للدولة المصرية من الجانب الأوروبي حتى في إطار لقاءات فخمة رئيس برئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ده بيقول أن الدولة المصرية لها دور مهم هما بيتحدثوا عن دور مهم للدولة المصرية في وقف الهجرة غير شرعية أو بتحدث هجرات غير شرعية بس من دول تانية إنما الدولة المصرية بتحاول أن تجبح كمع هذه الهجرة في إطار تاني أن الدولة المصرية دولة تعمل على مجابحة التطرف والإرهاب والتصدي للتطرف والإرهاب من درجة تالتة أن الدولة المصرية فاعلة في قضايا الإقليم ولها صوته مسموع والإتالي هي دولة مؤثرة في محيطها وفي إقليمها لما بنبص لهذه العوامل المجتمع ونبص إلى صوت مصر وهو يعبر عن قضايا الجنوب هو صوت محترم جدا وهو صوت يلقى التقدير من قيادات العالم القضايا الأهم بالنسبة لي في هذا الإطار أن فكرة العدالة التمويلية هي عدالة مطلوبة يعني لو تفكر حضرتك الشعب المصري لما طالب في 2011 طالب بإيه طالب بعيش حرية عدالة كمعية كرمانسانية إحنا بنطالب العالم الآن بتحقيق هذه العدالة في التمويل أن ينظر إلى مقترفاته يداه من جرائم بحق الشعوب في الجنوب مش بننظر بصيغة استعطاف ولكن ندافع عن حق عشان كده بقول حريك مصر صوت الجنوب إحنا بندافع عن حق دول الجنوب في الحصول على تمويلات تساعدها في مشروعات التنمية المستدامة إحنا ما بنقولش للعالم إدينا فلوس وإحنا هنتوقف أو إدينا فلوس علشان نصرف على أكل وشرب لا إدينا فلوس علشان نقدر نكمل تجربتنا مش التجربة المصرية بس التجربة المصرية مستمرة ووضحة وملامحة وضحة لكن إحنا بنتحدث عن دول في محيطنا استمرار الأوضاع عليها كما هو ينظر بتفجرات خطيرة سودان نموزجن إنه لو كانت التجهد بالفعل نية خالصة للتعامل مع الداخل السوداني بغرض تحقيق التنمية المستدامة في الدولة السودانية ما كناش وصلنا لللحظة اللي احنا وصلنا لها دي في السودان وبالتالي هذه العدالة التي تتحدث عنها الدولة المصرية هي أمر مطلوب ينبغي على العالم أن يستمع له ينبغي على دول العالم اللي بتتملص حتى من التزاماتها تجاه المنظمات الدولية إن هي تكون أكثر فعالية وأكثر استجابة في التعامل مع هذه الأزمة اللي بتعاني منها شعوب الدول في الجنوب وبالتالي الدول عدم الاستقرار في دول الجنوب يهدد كثيرا من المصالح العالم يتجه إلى الاستثمار صح كده الاستثمار لا يكون ولا يتوفر إلا في حالة توفر واستقرار إذا استقرت دول الجنوب وتمتعت بفرص تنموية عادلة تستحقها ده يشجع على نمو حركة الاستثمار الأجنبي في دخلها توفر الأيدي العميلة الرخيصة ومن ثم القدرة على جازب مزيد من الاستثمارات تنشيط حركة التجارة العالمية أن لا تقتصر العلاقة أو المصلحة على أن يكون هذا الجنوب مجرد مادة خام بيتم استقطاعها منه ولكن أن يكون هذا الجنوب شريكا بالفعل في النظام العالمي الجديد مشاركة تسمح لشعبه أن يحيح حياة كريمة أكيد طيب خليني أروح بقى لهذه القمة وأعرف منك بقى بشكل صحفي يعني ماذا تتوقع العنوين النهائية عن هذه القمة والمشاركة مشاركة الرئيس ومشاركة مصر في هذه القمة هذه قمة هو أحد من القمم اللي هتنعقد الاقتصادية يعني عندنا قمة الجي سافن عندنا قمة الجي تونتي عندنا قمة اجتماعات التنمية المستدامة على هامل اجتماعات الأمم المتحدة وبالتالي هي واحدة من القمم التي تمهد لاتخاذ إجراءات يعني احنا ما بمقولش أن هي تأخذ قرارات نهائية ولكن هي بادرة لصياغ التعهدات يمكن أن تصبح في النهاية التزامات إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لدى دول الشمال بالفعل في هذا الالتزام الدول الشمال عليها أن تدرك ذلك وأن تشعر بالخطر وأن تنظر بعين الاعتبار إلى عوامل التدهور الاقتصادي اللي حصلت في الجنوب من أجل تفادي استمرار هذه الأوضاع في المستقبل هذه القمة ستسير إلى وضع خطط يتم اعتمادها في القمم القادم هي الخطوة الأولى على طريق طويل نحو تحقيق هذه العدالة ولكن هي خطوة مطلوبة لطالما نادت بها السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة فكرة العدالة التمويلية بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب الأقل تقدم نتمنى التوفيق قمة نجاحة وشوفنا كل الأراء اللي كانت موجودة وزي أنا باتفق مع حضرتك جدا بأنه السورة كانت بتقول الترحاب اللي موجود والتفاهم كمان مهم جدا أن احنا نتفهم ماذا دار في هذه السنوات خاصة في المشروعات اللي مصر قدمتها بشكرك شكرا جزيلا دائما تضعنا في التفاصيل ضيفي الكاتب أصحفي الكبير أحمد ناجي أمحى دائما منورني شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا بعد فاصل قصير نعود إليكم ونتحدث في هذه المرة عن مصر ولكن عندما تكون مصر ضيف الشرف في مهرجان جرش القائم في الأردن والقادم بإذن الله تفاصيل كثيرة مع رئيس المهرجان بإذن الله عودوا إلينا بعد قليل